إنا فتحنا لك فتحا مبينا اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم في كل وقت وحين اللهم آمين أهلا ومرحبا بكل سادة المشاهدين الكرام مشاهدي قناتنا قناة أون ومشاهدي القناة الأولى المصرية ومشاهدي كذلك الفضائية المصرية وأهلا كذلك بكل مشاهدينا في كل مكان بالحلقة الأسبوعية المخصصة للرد على أسئلة حضراتكم واللي بنتشرف باستقبالها على صفحتنا الصفحة رسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادي عمارة ده اسم صفحتنا ودي صفحتنا بنذكر حضراتكم احنا بنلتقي وإياكم من السبت إلى الأربعاء من السبت للتلات بنكون في رحاب التفسير الموضوعي لصور القرآن الكريم النصف الأول من الحلقة ونصف الثاني من الحلقة بنكون في رحاب استقبال تليفونات حضراتكم على الهواء مباشرة وقدر الطاقة بنحاول نجاوب على أغلب الأسئلة في ذات الحلقة ويوم الأربع هو المخصص للرد على أسئلة حضراتكم اللي بنتشرف باستقبالها على صفحتنا واللي بنجاوب عليها من خلال الشاشة مش بجاوب من خلال أي صفحات وبنبه إلى ذلك كثيرا عشان الصفحات الكثيرة المزيفة المنصوبة إلي اللي بترد على الناس كل الأسئلة بنستقبلها على الصفحة بنجاوب من خلال الشاشة ده بالنسبة لللي بيحب يرسلنا أو يبعط الأسئلة مكتوبة من خلال صفحتنا الصفحة الرسمية وكمان يوم الأربع بنعرض فقرتنا المباركة فقرة كتاب قلوب عامرة برواية حفصا عن عاصم بقصر المنفصل ونبدأ مع حضرتكم أول سؤال معنا النهاردة هل يجوز عمل عمرة لأكثر من شخص علما بأنني حجيت واعتمرت كتير والحمد لله وأتمنى من الله تعالى القبول أنا أريد إهدأها لوالدي ووالدتي وإخواتي لإني أخاف أنه ينتهي عمري دون القيم بهذا الإهداء ولا أستطيع عملها لكل منهم على انفراد لكبر سن مع شكر وإحترام شكرا لحضرتك وربنا يبارك في عمرك ويجزيكي كل الخير أنك أنت بتفكري في صنيع الخير للغير على العموم أختي الفاضلة النيابة في العمرة النيابة في العمرة عن الغير أمر جائز ولا حرج في القيام بيها بشرط أن يكون المعتمر ده أدى العمرة عن نفسه الأول وإن يكون الشخص اللي أنا عايزة أؤدي العمرة عنه يكون ميت أو إذا كان حي لكن يكون عاجز بدنيا ما يقدرش أنه يروح ويساتر لا يتحمل مشقات السفر واللي ده اللي هو بيسميه الفقهاء المعضوب فإذا تحقق ذلك جاز للإنسان القيام بعمرة نيابة عن الآخرين لكن خلينا حضرتك نفرق بين حاجتين مهمين جدا نفرق ما بين التشريك في النية والتشريك في الثواب يعني إيه ده؟ يعني إيه التشريك في النية والتشريك في الثواب؟ المقرر إنه لا يجوز التشريك في النية في العمرة يعني إيه؟ يعني ما ينفعش أقول مثلاً بيك اللهم بعمرة عن أبي وأمي وإخواتي ده معنى التشريك في النية يعني لا يجوز للإنسان أن ينوي العمر عن أكثر من واحد لأنه في الحالة دي لا تقع إلا عن شخص واحد يبقى ده معنى التشريك في النية إن النسك ده بتاع فلان أنا حقوم بيه نيابة عن فلان أقوم بنسك العمر نيابة عن محمد بنسك العمر ده نيابة عن أحمد أختار شخص معين للتشريك فيه أو فيه لمسألة إن أنا بنوي النية عنه تبقى عن شخص واحد إبقى لا يجوز التشريك عن أكثر من واحد في القيام بالنسك لكن التشريك في الثواب المسألة أوسع يجوز التشريك في الثواب هو جائز ولا حرج فيه بحيث أنه يعتمر الإنسان عن نفسه وبعد كده يدعو ثم يدعو بعد أن ينتهي من العمرة ويدعو بوهب يعني مثل ثواب عمرته لمن شاء من الناس فيصل الثواب بالدعاء يصل الثواب بالدعاء بإذن الله تعالى وتيسيره وفضله وده منهبة الثواب يبقى احنا عرفنا الفارق بين التشريك في النية في العمرة فهذا لا يجوز أما التشريك في الثواب يجوز التشريك في النية في العمرة إن أنا أقول لبيك اللهم عن فلان وفلان وما ينفعش ده نسك عن حد إذا أنا حقوم بالنسك عن فلان يبقى عن فلان بس لكن ده لذلك قلنا كما تعلمنا بإنه التشريك في النية في نسك العمرة لا يجوز فبقى أنا فاهم ده لكن يجوز التشريك في الثواب أنا عملت العمرة وخلصتها وبعد كده دعيت إن مثل ثواب اللي أنا عملته ده ينتفع به فلان يشاركني في الثواب فلان وعلان وهكذا فكذا نفرأنا ما بين التشريك في النية بالنسبة للعمرة والتشريك في الثواب بعد قيام صاحبها والقيام بها بإنه يسأل الله بالدعاء إنه يهب مثل ثواب ما قام به إلى روح فلان وروح فلان وروح فلان وربنا يتقبل وفضل الله سبحانه وتعالى واسع جل جلال الله بالنسبة للسؤال اللي معنا الثاني أخت سائلة بتقول هل يجوز لبس أسورة عليها سوار يعني تلبس أسورة عليها شكل الكف للزينة فقط دون أي اعتقاد آخر بإبعاد الحسد وما إلى ذلك وجزاكم الله خيرا وجزاكم كذلك أختنا السائلة الكريمة أخبر الله تعالى إنه خلق المرأة وهو الخالق العظيم اللي هو يعلم طبيعة المخلوق فأخبر بإنه المرأة بطبيعتها محبة للزينة محبة للجمال ومتطلعة للجمال ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يعني أدن لنا بالزينة التي في اعتدال ولئن ربنا خلق المرأة محبة للزينة ومحبة ومتطلعة إلى ذلك وصفها بالتنشئة في القرآن الكريم وصفها بالتنشئة في الحلية فقال سبحانه وتعالى أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين فكان ده دليل على استحباب التزين والتجمل في حقها في اعتدال وانضباط وعشان كده أباحة الشريعة للمرأة إظهار وجهها وإظهار كفيها وما يظهر فيهما من زينة كذلك بالنسبة بقى للبس المرأة لإسويرة عليها شكل الكف اللي هي في الفلكلور أو في الثقافة المصرية والعربية موجودة من ضمن الرسومات الموجودة هي لها انصراف ثقافي معين في عقول الناس لكن أنا حلبسها أنت بتسألي أنه ينفع ألبس هذه الأسورة اللي هي على شكل كف هل ده جائز ولا لا تقدري هذا الجائز شرعا ولا شيء فيه مدام ده أنت بتلبسيها والأمر خالي في قلبك من وجود أي اعتقاد في أن الكف ده هيأثر في الكون أو هيبعد عنك حاجة وما يقع في الكون كله من شيء إلا من جهة الخالق سبحانه وتعالى مجرد أنا لبسها عجبني شكله بحب الشكل ده مش مرتبط معي باعتقاد معين أن الكف ده يأثر في الكون أو معرفش يجلب لي حاجة أو يدفع عني شيء وأنا تفكيري سليم في أن الذي يقدم ويؤخر ويعطي ويمنع هو الله سبحانه وتعالى وأنه هو جل وعلا هو المؤثر والفاعل الحقيقي في هذا الكون طالما لبسه هذا الأمر العين المشعر في الكف في الكلام ده وأنا مش في دماغي حاجة من الحاجات دي يبقى جائز صاحبة السؤال العبرة بما يعتقد الإنسان بالنسبة للسؤال الثالث اللي معنا النهاردة هل يجوز عمل صدقة جارية لأولادي الصغار وهل هيخدوا سواب بتاعها ولا لا أولا الصدقة الجارية اللي هي الصدقة الجارية دي في حقيقة الأمر هي عين الوقف بمعناها الفقه يعني هو بقاء أصل العين واستمرار المنفعة اللي فيها بمعنى أنك بتوقف عين معينة لها منفعة على الفقراء عشان يعني يملكوا منافعها وتبقى العين دي موقوفة يعني ما ينفعش نهات اتباع ولا حد يتصرف فيها ولا حد يتملك يعني مثلا أنا عندي بستان البستان دا بيطلع عندي أي نوع من السمار أو الفاكهة فأقلت البستان دا لفقراء حي كذا أو لفقراء أنا بدرب مثلا أو لفقراء مستشفى أو لمكان كذا أو لمستشفى كذا فأنا أوقفت دا أن كل السمر اللي حيطلع دا بمعنى العين البستان دا الشيء دا اللي أنا أوقفته يعني أو خلاص دا السمرة اللي حتطلع منه تعطى لفقراء حي كذا أو لمكان كذا فأنت أوقفت المكان دا وخليت السمرة اللي بتطلع منه ينتفع بها فقراء اللي أنت عينته وهذا الوقف لا يباع ولا يشترى ولا أي شيء وأنت خلاص بقى دا الحاجة اللي أنت يعني وهبتها وأوقفتها يعني الصدقة الجارية تكاد تكون هذا الأمر وبلا شك إن المنافع العامة اللي بتخدم الناس واللي من شأنها أنها توفر للإنسان الأساسيات الضرورية بتعد من أفضل الصدقات الجارية زي مثلا وقف لمشروع يوفر الغذاء أو زي برضو بناء المستشفيات ما أنت بتبني المستشفى وخلاص المستشفى دي أنا ديت مثلا جبت أرض وبنيت مستشفى قلت دي لعلاك كذا ما هو دا وقف وده دا صدقة جارية العين باقية بينتفع بيها اللي محتاج زي برضو من الصدقات الجارية توفير الأجهزة والمعدات توفير الدواء برضو زي بناء المدارس عشان تعليم الناس ومن الصدقات الجارية بناء الوعي والعقل كل ما يؤدي إلى حياة كريمة للإنسان ويغطي الاحتياجات الدائمة والمتجددة هو من قبيل الصدقة الجارية وهذه الصدقات الجارية مما ينتفع بيها الإنسان في حياته وبرضو بعد ما مات وبيصل سوابها لمن فعلت من أجله بإذن الله تعالى زي الأمة الكريمة اللي عايزة تعمل صدقات جارية باسم أولادها وهم ما زالوا صغار ينتفعوا بيها الآن وينتفعوا وهم لسا صغار أيوة وبعد لما ينتقلوا نعم ربنا يبارك في أعماركم جميعا ويحسن ختمنا وختمكم اللهم أمين أجمعين وروا الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من سلاسة إلا من سلاسة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له يبقى أنا موت لكن صحيفة الحسنات بتاعتي شغالة بينكتب فيها سواب الصدقة الجارية إلا أنا عملتها لنفسي أو حد تاني عملها لي يبقى الإنسان انتقل ومات وعلم علم وورس العلم العلم ده بيتوارسه الناس طالما ومتوارس ويبقى سواب ينقش ويكتب في صحيفة حسنات ذلك المتوفى لصحيفة حسنات ولسه عمال بيكتب فيها أو ذلك الولد الصالح الولد من الزكري أو الأنسة بيدعي الأبوه بيدعي الأمه بيعمل لهم صدقات بيقوم بكثير من الطاعات والقربات ويوهب سوابها إليهما كهذه السائلة اللي كانت عايزة تشرك في سواب العمرة فعايزة تدلهم عطايا وهي ما زالت في الدنيا كل ده من قبيل الصدقة التي ينتفع بيها المتوفى بعد انتقال طيب بالنسبة للصغار دول ورد عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين النبي عليه الصلاة والسلام علمنا رفع القلم عن سلاسة عن النائم حتى يستيقظ اللي نايم ده بيتكتب عليه سيئات أو حاجة ده نايم وعن الصبي حتى يحتلم انه لا تحصى السيئات على الصبي إلا لما يبلغ وعن المجنون حتى يعقل المجنون غير مؤاخذ طيب يعني الحديث ده فيه معنى مهم فهم العلماء من هذا الحديث انه الذي ارتفع عن يعني اي الصبي وعن الصبي حتى يحتلم اللي ارتفع عنه إنما هو قلم المؤاخذة كتابة السيئات فقط وأما قلم الثواب فليس بمرفوع عن الصبي وإنما يكتب له ما يفعله من خير وكذا ما يفعله عنه غيره يعني ايه أنا النهاردة ابني ده الصغير بعلمه ازاي صلي أو بنتي الصغيرة ولدي ذكرا كان أو أنسى أنا بعلمهم الصلاة بعلمهم التسبيح بعلمهم الصلاة والسلام على سدن رسول الله عيسى والسلام بعلمهم الذكر بعلمهم الآداب والسنن اتباعا لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام بعلمهم قراءة القرآن بعلمهم السنن طب وهم بيعملوها وهم صغار هل بتتكتب لهم نعم يكتب للصغير ما يصنعه من الخير ولا يكتب للصغير ما يصنعه من الشر الصغير لا يكتب له إلا إذا احتلم إلا إذا بلغ كبر لكن الحسنات تكتب له فلحضرتك ما تقومين أو ما سوف تقومين بمن إجراء الصدقة أو القيام بعمل صدقة جارية عن هؤلاء الصغار نعم سيدة الفاضلة يصل ثوابه إلى هؤلاء الصغار وينتفعون بها في الدنيا والآخرة حتى وإن كانوا من دون سن التكليف الشرعي وجزاك الله خيرا على يعني الإرادة الطيبة لنفع من حولنا وبالذات الصغار وبتنشئهم كده وانت بتقدمي الصالحات من الأعمال اللي عايزة توهبلهم أو اللي انت عايزة كمان يجري القلم بالحسنات وهم منذ نعومة أظفارهم فهنيئا لهم وجزاك الله تعالى كل خير وحنسيب حضرتكم للفاصل وبعد الفاصل إن شاء الله نكمل الرد على أسئلة حضرتكم اللي بنتشرف باستقبلها على صفحتنا الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة وألقاكم بعد هذا الفاصل إن شاء الله اللهم اجعل هذا البلد آمن وسائر بلادنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر اللهم اجعلنا مسلمين لك واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان من علينا بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام واحفظنا واحفظنا بحفظك الذي لا يرام يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلي اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين اللهم آمين آمين أهلاً وسهلاً بحضراتكم ما زلنا فيه شريف الرد على أسئلة حضراتكم اللي بنستقبلها على صفحتنا الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة ومعانا سؤال كريم من سائلة كريمة أغلب الأسئلة من السيدات النهاردة بتقول سؤالي عن طلاق الأضافر المسمى الحلال هل فعلاً يمكن وضعه والوضوء عليه جائز هو مش بيتسمى الحلال هو بيتسمى اللي بيتنفس بريدبل يعني اللي هو بيسمح بأنه الزفر يتنفس من تحته فهم يعني عشان يروجوا للمنتج فيقول لك حلال أو يقول لك إسلامي لكن هم عاملينه أو الشركة اللي عاملها على أساس أنه يبقى حاجة صحية مش بتمنع الهوى عن أو أنه يتنفس الزفر حتى بعد وضع هذا الطلاق يعني ما يوضع عموماً على الأضافر من مواد بغرض طلاقها ما بيخرجش عندي عن حالتين أول حالة إما أن يكون الطلاق اللي بيتحط ده له جرم يعني إيه جرم؟ يعني كأنه زي الحائل كده فلما يتحط يمنع من وصول الماء لما تحته يبقى دي الحالة الأولى وده يجب إزالته قبل الوضوء والغسل الواجب ونحو ذلك طبعاً من الأغسال الواجبة والحالة التانية لطلاق الأضافر إنه هو إنه ما يكونش له جرم يعني يكون بينفس الحاجة الزفر تحته فلا يمنع من وصول الماء لما تحته وده لا تجب إزالته لا عند الوضوء ولا الغسل وبناء على ذلك إذا كان طلاق الأضافر يعني إذا ثبت لحضرتك إنه بالتجربة كون هذا أو كون طلاق الأضافر ليس له جرم يعني ملوش مش عامل زي الحائل كده أو ثبت إنه ملوش جرم ولا يمنع من وصول الماء لعضو حال الوضوء والغسل فلا يجب على حضرتك إزالته ويجوز الوضوء والاغتسال في وجوده ويكون الأمر صحيحاً وهذا الأمر إحنا بيناه بناءاً على ما أخبرت حضرتك في السؤال الذي معنا وهذا ما كذلك ما عليه الفتوى حنسيب حضرتكم مع فقرتنا المباركة فقرة كتاب قلوب عامرة والفقرة دي إحنا بتتعرض في شهر رمضان المبارك يومياً وإحنا ماشيين بترتيب المصحف مع الأطفال من جزء عامة فصاعداً والرواية اللي بنقرأ بيها في الكتاب هي رواية حفص عن عاصم بقصر المنفصل بنتعلم أو بنأكد في الأسلوب بتاعنا في التعليم فيها إنه على الطريقة البسيطة وبنستعمل طريقة التلقين اللي هي الأساس في تعلم كيف يطلق القرآن الكريم الأمر بسيط مفوش تنظير مفوش تعقيد قدر الطاقة بنقول المعلومة قدر الطاقة فيه سلاسة أهم شيء معنا في الكتاب هي طريقة التلقين عشان المشاهد الكريم يتدرب معنا وماشيين بالراحة على مهلنا وربنا بس يبارك الأمر يتقبل منا وإزاي ننطق الحروف صح إزاي الأحكام بتكون بمنتهى البساطة وإحنا تدريجياً لما بيكون في معلومة عايزين نضفها يعني تكون شوية محتاجة بيام فكل سنة بندي حاجة كده يعني زيادة ربنا يتقبل ويسر الأمر فباقي الحلقات موجودة مع حضراتكم على صفحة البرنامج برضو اللي حابب يعني يراجع أجزاء أخرى مما قرأنا وصححنا من خلال الكتاب وحسيب حضراتكم مع كتابنا كتاب قلوب عامرة كتاب قلوب عامرة الفكرة الأساسية بتاعته إزاي نعلم الناس كيف يطلق القرآن الكريم بطريقة يسيرة مبسطة على الجميع إحنا بنعتمد في الأساس فعلاً على طريقة التلقين وده بيجي من خلال إنه بيقرأ فبيبقى فيه بعض الأخطاء فبنصحح الأخطاء ونذكر بيه القعدة طفل معاك إنت ده لما بيتحببه في الأمر بيستجيب بسرعة جميلة إن القرآن ميسر للذكراته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين أهلاً وسهلاً بالجمهور الحبيب في كتابنا كتاب قلوب عامرة وحنكمل إحنا وقفين سورة 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 يلا نكمل التصحيح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الإنسان إلى طعامه فلينظر الإنسان إلى طعامه أنّا صببنا الماء صبّا أنّا صببنا الماء صبّا ثم شققنا الأرض شقّا ثم شققنا الأرض شقّا فأنبتنا فيها حبّا فأنبتنا فيها حبّا وعنبا وقبّا وعنبا وقبّا وزيتونا ونخلا وحدائق هلّبا وحدائق هلّبا وفاكهة وأبّا وفاكهة وأبّا متاعا لكم ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم يلا يا عبدالله فلينظر الإنسان إلى طعامه أنّا صببنا الماء صبّا ثم شققنا الأرض شقّا شققنا الأرض شقّا فأنبتنا فيها حبّا يلا يا آدم فأنبتنا ما بقفلش بقّي 100% بيبقى فيه فرجة يعني فتحة صغيرة خليك معاي فأنبتنا فأنبتنا وريني كده بتقولها إزاي؟ بتقولها إزاي؟ لأ أنت بتقفل لي بقّك خالص كده ما بيتقفلش كده بسيب سنة صغنانة كده حاجة صغيرة كده فأنبتنا في فرجة طب دي حكمها إيه؟ يا آدم لأ أنا بس أشوف عشان أركز فيه شوف شوف ما أنا عارف؟ ركز إقلاب إقلاب من أحكام النون السكنة والتنوين إذا جات وراها با الحرف الوحيدة بقلبه ميم وتبقى الصوت الإقلاب فأنبتنا طبعا إحنا النون من أحكام النون السكنة والتنوين أنا عندي أربع حاجات أساسية الإظهار لما يجي يجي وراها الحروف الحلقية الستة حروف الحلقية همزن هاء ثم عينن خاء ثم غينن خاء تمام؟ الحروف الستة الحلقية يبقى بتظهر جه جت وراها حرف من حروف الإدغام لمجموعة في كلمة يرملون خمسة منه عندي هنا ينمو إدغام بغنة واللم والرأ إدغام بدون غنة يبقى أنا الإظهار الإدغام الإقلاب يبقى أنا كده الحروف الحلقية الستة ويرملون والباق وباق الحروف هيبقى الإخفاء يبقى أنا دول أربع أحكام أساسية للميم للنون السكنة والتنوين يلا فأنبتنا فيها حبة طيب أنا عملت إقلاب بس مش عايز أنسى الهمس فأنبت فأنبتنا فيها حبة جميل وعينبا وقبا يلا يا شروق وزيتنا ونخلة لا نخلة دي لا ما تجيش نخلة أبا نخلا نخلا أيوا وحدائك غلبا لا حدائك أنا ألبت القاف كاف القاف أبعد من الكاف من جهة أنا عندي هنا في الناحية الحلقية القاف أبعد من الكاف الكاف أقرب من جهة لما أطلع بره لما أدخل جوه القاف أبعد يبقى قا قا كا 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 إقى 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 أيوا الربتي وحدا إقى غلبا وفاكدا ما ممدش كدا وفاكدا وأبا يا شيخة أنا عندي هنا ايه التاء عليها ايه عليها ايه صار التاء تنوين فتحة تمام طب وراها الواو من حروف إيه مجموعة حروف الإضغام في إيه يا أنس يرملون يبقى هي أحد حروف الإيه الإضغام اللي هي الياء والنون والميم والواو ينمو يبقى إضغام عندي بغنة ولا من غير غنة يبقى أنا عندي إضغام بغنة يا شروق يبقى حتبقى إيه وفاكهة وفاكهة إضغام بغنة وفاكهة وأباه يلا يا سيد متاعا لكم ولأنعامكم جميل كمال يسار ابتدي بقى فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقق شققنا الأرض شقق فأنبتنا فيها فأنبتنا فأنبتنا فيها حبا وعينبا وقدبا وقد مش وقد خلي بالك عشان ما قالبش الضاد تاء ولا دال هي لدال ولا تاء دي بعد قم شفتي بوق إكمالها وإزاي قم قم با قد با جميل وزيتون ونخلا ونخلا مش ونا ونا ونخلا ونخلا كمل يا أنس وزيتون ونخلا مش ونا ونخلا أنا اسمي بتقولي يا نادية ولا بتقولي يا نادية ونخلا عبيبا حتقول إيه نخلا ولا حتقول نخلا نون فتحة إيه نا سمعوني نون فتحة نا وزيتون ونخلا جميل وحدائق غلبا وفاكهة وأبا كمل يا حنين وفاكهة وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا حسن تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا الله يا كريم اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا ويوم القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى جميع الخيرات دليلا وإماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم آمين اللهم آمين يا رب العالمين أهلا وسهلا بحضرتكم في أخساء الكريم بيقول في سورة البقرة في قول الله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون فهو بيقول إزاي إن الملائكة الكرام عرفت إن الإنسان حينزل الأرض يفسد فيها ويسفك الدماء مع إن ده المفروض غيب ولا يعلمه إلا الله الحقيقة ليس في الآية الكريمة ما يدل على علم الملائكة للغيب إنما غاية ما تدل عليه الآية الكريمة إن الملائكة الكرام فهموا إن مراد الله تعالى من خلافة الإنسان في الأرض هو الطاعة وزي ما قال العلماء لأن العلماء في تفسير هذا الأمر إليهم كلام رائق وجميل كتير اجتهدوا لفهم هذا المعنى إنهم عارفين طالما الخلافة تقتضي يعني إنه حيفصلوا بين الناس والناس دول أو يفصلوا بين الخلائق يعني هيبقى فيه عصيان وحيبقى فيه طاعة ولأنهم الملائكة كمان عارفين إنه المخلوق ده هيبقى عنده حرية إرادة يعني يقدر يعمل الخير ويقدر يعمل الشر وربنا سبحانه وتعالى خلقه حر الإرادة يستطيع إنه يختار طريق الخير ويمشي فيه ويستطيع أن يختار طريق الشر ويمشي فيه وطالما هذا المخلوق لديه هذه القدرة يبقى حيبقى فيه عصاه وحيبقى فيه طائعين حيبقى فيه مؤمنين وحيبقى فيه غير مؤمنين فهم حللوا الأمر ده بعقولهم النورانية لأن الملائكة كائنات طائعة لله تعالى وفي نفس الوقت لديها عقول وتفهم فهي فهمة إنه طالما هم حيكون لديهم بالطبيعة الخلقية من طين وروح وينفع فيهم من الروح وإنه ربنا سبحانه وتعالى وهبهم هذه العطايا بهذه القدرات تسبة إنه حيكون من هؤلاء الخلق من سيكون أهل طاع ومن سيكون أهل معصية وبالتالي حيكون فيه أنواع من الصراع وحيكون فيه قتل وحيكون فيه حروب وحيكون فيه وهكذا ففهم الملائكة الكرام ذلك بالاستنتاج وقاسوا كمان يعني طبعا الملائكة هم خلق لا يعصون الله تعالى هم خلق لا يعصون الله تعالى فيما أمره الملائكة الكرام مخلوقات نورانية بطبيعتها لا تعصي الله تعالى فيما أمرهم به ويفعلون ما يؤمرون لكن خلق الإنسان وإنزاله زي ما قلنا إلى الأرض وتكليفه بالتكاليف الشرعية دمتحن وابتلاء يصيب أو يخطئ عشان يعرف والله يعلم سبحانه وتعالى يعرف المطيع من العصر كل واحد يبقى الدليل والحج عليه لكن الله سبحانه وتعالى يعلم ويعرف كل مننا من الصالح ومن الطالح وعشان كده الملائكة لما بتستفهم عن الأمر الملائكة لا تعترض قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ليس اعتراضا وإنما استفهام عايزين يفهمه ليه؟ وهم فيه مدمش عشان هم مطالعين على الغيب وإنما لأنه بسبب الاستنتاج اللي قلته أو بسبب كما قال بعض الصحابة الكرام قالوا أن ربنا سبحانه وتعالى أعلمهم بطبيعة هذا المخلوق الجديد لأن الملائكة أقدم في الخلقة من الإنس وربنا المجموعة دي من الصحابة رضوان الله عليهم اللي ذكروا وقالوا أن الله تعالى هو من أعلمهم بطبيعة هذا المخلوق وأنه طالما يملك الطاعة ويملك المعصية حيكون هناك عصا وحيكون هناك طائعين حيكون هناك مصلحين وحيكون هناك مفسدين فعشان كده هم قالوا هذا الكلام بناء على ما أعلمهم الله تعالى به هذا قول لدى بعض الصحابة الكرام كمان هناك من ذهب من أهل التفسير وقال الملائكة عرفت المعلومة دي باعتبار من سبقهم أن الجن كانوا أسبق من الإنس وكانوا موجودين وعندهم حرية تكليف يعني معذرة عندهم حرية إرادة فبالتالي يقدروا يعصوا ويقدروا أنهم يطيعوا وكان منهم مشاكل وكان منهم كما سيقع من بني أدم فاستنتجوا برضو من هذا كل الأراء دي مقبولة لكن ليست الآية فيها دليل على معرفاتهم الغيب يا صاحب السؤال وبدليل أنه كمان لما حبت الملائكة أو أراد الملائكة الكرام أنه هما يستفهموا يعني طالما حيكون منهم كت وكت يعني ليه يحبوا يتعلموا جات زيل الآية الكريمة قال إني أعلم إيه ما لا تعلموا والمعنى ده زي ما قال أهل التفسير أنه سبحانه وتعالى يعلمهم ويعلم الملائكة إني أعلم من المصلحة الراجحة في خلق هذا الصنف من الخلق لهم البشر ما يفوق على المفاسد اللي أنتو قلت عليها وذكرتوها ويفوق ما لا تعلمون أنتو فربنا سبحانه وتعالى هيخلق الخلق هيكون منهم صفوة هيكون فيهم الأنبياء وأنه حيرسل فيهم الرسل وبعد كده يوجد منهم أهل الصديقين والشهداء والصالحين والعباد والأولياء والزهد والأبرار وأهل القرب وأهل المحبة وأهل الإخلاص فحيكون منهم عباد مخلصين بمختلف صورهم اللي حيكونوا متابعين للرسل الكرام وبيقوموا بالأوامر الربانية فالجملة الكريمة إرشاد للملائكة الكرام إلى الأمر الذي من شأنه أن يقف بهم عند الحدود الطيبة لأنه في الحوار مع الله سبحانه وتعالى ويحبوا يتعلموا ليه دول حييجوا طالما حيكون منهم كذا وكذا من باب إنهم يتعلموا وليس من باب إنهم يستشكلوا على وجوده وفي نفس الوقت الله سبحانه وتعالى يعلم ويوجه الخلق بأنه سبحانه وتعالى صاحب العلم العظيم وأنه تعالى عالم جل جلاله بما لا يحيط به علم أحد من خلقه فله سبحانه وتعالى أن يفعل ما يشاء ويأمر بما يشاء فهو الله الحكيم كل فعل من الله تعالى لا يخلو من حكمة عرفها من عرفها وجهلها من جهلها فهو الله تعالى العلام العالم العليم الحكيم جل جلال الله تعالى وده كان آخر سؤال معنا ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول وربنا سبحانه وتعالى علمنا ووجهنا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدع إذا دعان فلنتوجه إلى الله سبحانه وتعالى داعين رجين يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام اللهم إنا نسألك بمحمد النبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته نسألك نسألك نصرا عزيزا نسألك فتحا مبينة نسألك عزا عظيما يا من بيده ملكوت كل شيء إنك على كل شيء قدير نسألك نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم ادفعنا كل الفتن والآفات اللهم ادفعنا كل الفتن والآفات واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا الله وليس لها من دون الله كاشفة اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم آمين نستودعكم عناية الرحمن الرحيم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة